هذا والي الحديث عني الموضوع أسعد باستضافة الأستاذ سعد شيحاني وهو رئيس قسم الإعلام بجماعته الجزائر ثلاثة ما سأعوك سعد أستاذ أهلا وسهلا أهلا بك إذن بالحديث عني اليوم العالمي لحرية الصحفة أنا عادة أبدأ بأسئلة مفتوحة لكن اليوم سأبدأ بسؤال محدد برأيكم ما الذي لم يتحقق بعد لي صحفي الجزائر في البداية دعني أهنئك محمد بسوا من خلال كل صحفيين الجزائريين بمناسبة اليوم العالم لحرية التعبير وهذه المناسبة أعتقد أنه الكثير من الجزائريين والصحفيين خاصة يأملون في رؤية صحافة قوية صحافة متميزة صحافة هادئة في الجزائر وعلى غرار كل الصحفيين موجودين في العالم بالعودة إلى سؤالكم أقول بأن التحدي كبير بالنسبة لصحافة في الجزائر وما الأشواط التي سارت فيها الجزائر إلا خير دليل على ذلك أما سقف المطالب فهو أعتقد أنه ببساطة فهو مفتوح على كل الاحتمالات كل صحفي يأمل في وجود مناخ ملائم يأمل في وجود ظروف مهنية ملائمة يأمل في أن يصل إلى الخبر بكل سهولة يأمل أن تكون المؤسسات الجزائرية مفتوحة له للعمل الصحفي الهادف والحقيقي طبعا السيرورة التاريخية للصحافة في الجزائر حتى لا أرجع إليها كثيرا وأعتقد الصحفي اليوم وأنا مبتهج الابتهاج الكبير أن اليوم الصحفيين كل الجزائريين أغلبيتهم خاصة في القنوات الخاصة من الشباب يعملون جهد يشكرون عليه وهم يظهرون ليس للجزائر فقط ولكن للعالم يظهرون بأن الصحافة لازالت بخير وأن التحدي كبير أعتقد هذا التحدي يحتاج إلى كثير من الصبر وكثير من الجهد وكثير من الأهداف والخطط التي نطمح إليها جميعا للرقيب الجزائر كوطن والجزائر كشعب والجزائر كدولة ككل نعم أستاذ سعد شحاني لا ننكر بأن هناك مكاسب جاء بها الدستور حقيقة هناك هامش من الحرية للقنوات التلفزيونية للإعلامية الجزائري بصفة عامة مخترحات تعديلات جاء بها الدستور وخطوات إيجابية في مجال حرية الصحفة لكن سؤالي هو هل دسترت عدد من القوانين فيما يتعلق بمجال الإعلام أم هو تأكيد من السلطة عن نيتها في توسيع هامش الحرية للإعلام في الوطن الأكيد أن الأرضية الأساسية لأي عمل أكان إعلامي أم سياسي أم اقتصادي أم ثقافي إنما تكمل في الجانب التشريعي الجانب التشريعي الذي يضبط ويقنن ويجعل المجال خصف للعمل أعتقد أن تسانة القوانين التي ما فتأت الجزائر تقوم بها بدءا من قانون الإعلام سنة 1981 قانون الإعلام سنة 1990 والقانون العضوي للإعلام الذي صدر مؤخرا أعتقد أن هذا الحراك على الأقل في الجانب التشريعي إنما ما هو إلا رغبة جامحة ورغبة حقيقية على الأقل لمحاولة وضع الصحفي في وضع مريح من الجانب على الأقل حتى لا يضطر الصحفي في كل مرة أنه ينزل إلى المحاكم مثلا فالجانب الرقابي يبدو لي على الأقل في هذه النقطة بالذات سيد سعد شيحاني أعطى الحرية لصحفي وكذلك للمسؤولين عن قطع الإعلام معاً للمؤسسات الإعلامية في الوطن كما تحدثت ليس فقط من الرقابة بل حتى من ربما العقوبات السلبة للحرية أو السجن هل يعني هذا بأن عهد تخويف الصحفي عهد تخويف الإعلامي الجزائري بالعدلة والسجن قد انتهى؟ طبعاً عهد التخويف أو عهد سجن الصحفين أنا لا أستطيع أن أجيبك عليه بل أرقام هي التي تجيب عليه فاليوم في الجزائر الحمد لله لا يوجد ولا مسجن رأي ولا صحفي اليوم مسجون في الجزائر لأنه قام بفعل معين وهذا أكبر دليل على أن الصحفة اليوم لها من الأرضية ولها من الهامش الحرية ولكن بالمقابل دعني أتحدث عن شيء أهم وهو بمقابل هذه الترسانة القانونية بمقابل هذا الجو الملائم نتحدث أيضاً عن الجانب الآخر الذي يجب للصحفي أن يتحلى به والذي دائماً خاصة في الجامعات ما نؤثر طلباً في هذا المجال ونتحدث عن ما يسمى بأخلاقيات المهنة فللحديث عن الواجبات نتحدث أيضاً عن الحقوق فللحقوق وزن كما للواجبات أيضاً وزن فأخلاقيات المهنة اليوم والكل اليوم عبر وسيل لم نتحدث هل اليوم الصحفي الجزائري هل يهمه لسكوب بين القوسين أم أنه يهمه ما هي الفائدة التي يرجع بها نعم مدام ما تحدثت عن أخلاقية المهنة الآن السلطة أبانت وكشفت عن توجهها المستقبلي للحياة الإعلامية في الجزائر كيف سيتعامل هذا الصحفي هذا الإعلامي هذه المؤسسة الإعلامية المئات من العنوين الصحفية في صحفة المكتوبة العشرات من القنوات التلفزيونية كيف سيتعامل الصحفي والمؤسسة الإعلامية مع هذه السلطة دعني أجيب كأكاديمي وليس كصحفي كأكاديمي أقول أن لابد من أننا نسرع بقدر ما نستطيع في إيجاد سلطة ضبط للصحافة المكتوبة وسلطة ضبط للصحافة لسمعي البصري هذه السلطة التي هي بإمكانها أن تقنن وأن تجعل المشهد الذي قلنا في الدستور والذي كان في القانون العضوي للإعلام أنه يكون أكثر واقعية على الأقل أو أكثر مهنية فاليوم نتحدث عن دفتر أعباء غير موجود تماما فكل ما يقال اليوم في الجانب التشريعي هو ما قيل في القانون العضوي وما قيل في الدستور أما عن دفتر الأعباء الذي ننتظره جميعا ليخرج ننتظر سلطة الضبط تكون لديها قرارات حازمة وحاسمة وجريئة وأيضا تخدم الاثنين يعني تخدم الوصحة العامة وتخدم أيضا حرية صحفي يعني ذلك أنها تكون عبارة عن أنها تزين الميكيالين وهي تكون الحكم والفيصل والقاضي بين القوسين فهذه السلطة هي التي تجعل من المهنية مهنية وهي التي تحكم في الأخير حتى لا ندخل في سجال المحاكم والسجن الصحفي إلى غير ذلك فدفتر الشروط لابد عليه أن يكون دفتر شروط محترم دفتر شروط يكفل للصحفي حقه ويكفل أيضا للمواطن حقه في المعلومة مدام أن هذا مقنن وهذا مشرع دستوريا في الدستور الجزائري فكل هذه الأرضية والترسان القانونية والتشريعية لابد أن تضبط فيما بعد في هذا الدفتر الشروط الذي يجب أن يحترم كل ما قيله أعتقد أنه هذا فيما يخص دفتر الشروط الخاص بالقنوات التلفزيونية نتحدث دائما واليوم نحتفل بحرية اليوم العالمي لحرية التعبير وحرية الصحفة نتحدث عن نشر الأفكار نشر المعلومات والآراء بكل حرية على مواقع التواصل الاجتماعي هل هذا يعني الآن أنه يحق لصحفية الجزائري التعبير عن أفكارها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا مواصل التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة من الوسائل للحديثة التي الآن تزاحم كما زاحمت التلفزيون قبلها الإداءة وكما زاحمت الإداءة قبل الصحفة المكتوبة فهي إذن سيرورة تاريخية لكل وسيلة كما قال طفلاء أن كل وسيلة إنما تأتي بإنتاج جديد وبجمهور جديد فجمهور التلفزيون اختلف عن جمهور الراديو وجمهور الراديو اختلف اليوم عن الجمهور فكل هذا أعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي منافس شارس منافس حقيقي للتلفزيون بعد أن كان التلفزيون يتسيد المشهد الإعلامي العالمي اليوم أصبحت هناك منافسة أصبحنا لا نتحدث عن الصحفي الكلاسيكي الذي يعرفه الجميع أصبحنا نتحدث عن الصحفي المواطن الذي يسير في كل مكان والكل لا يعرف هذا الصحفي فبفضل مواقع التواصل الاجتماعي تغير المشهد وأيضا معها تغير أيضا مفهوم الجمهور الذي كان موجود في مكان معين يتلقى المعلومة عبر شاشة معينة ووفق شروط معين اليوم وأنت في أي مكان بهاتفك النقال كل الأخبار تصل إليك مع ذلك لابد على التلفزيون أيضا أن يواكب هذا المشهد كما تطورت الإداءة لتنافس التلفزيون فهي علاقة أعتقد بين الوسائل الإعلام كل وسيلة لها مميزاتها كل وسيلة لها أيضا لها إيجابياتها ولها أيضا سلبياتها صحيح أستاذ سعد شيحاني الآن نتحدث عن الإعلام نتحدث عن السياسة الخارجية لكل دولة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية لأي دولة كانت فإن الإعلام سيكون موجه وموجه حسب الدولة التي يشتغل فيها في سنة 2010 وكما شهدنا ربما هناك بعض وسيل الإعلام الأجنبية المصرية أن ذاك الجزائر لا تمتلك قنوات تلفزيونية لتدافع عن الجزائر منذ سنة 2012 لا ننكر أن هناك بعض الإصلاحات ومنها فتح المجال السمعي البصري هنا وإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة كيف تقيمون هذه التجربة منذ سنة 2012 إلى غاية 2016؟ كيف تقيمون تجربة السمعي البصري في الوطن؟ أربع سنوات محمد أربع سنوات ما نحن الآن إلا في الخطوة الأولى أو مجموعة من الخطوات الأولى هذه الخطوات التي بدأت سنة 2012 بمتغيرات قديمة اليوم نحن في 2016 تغيرت العديد من الرؤى تغيرت العديد من المواقف سواء تعلق العمر بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية فهناك ديناميكية مجتمع معين تواكبه ديناميكية وسائل الإعلام فبعد أن وهو أعتقد أن النتيجة الأساسية التي يمكن أن نفتخر بها وهو استرجاع الجمهور الجزائري إلى فضائيات جزائرية بين قوسين هذه الفضائيات مهما كانت اتجاهاتها إلى أنها جزائرية وتحمل خصوصية المجتمع الجزائري فقبل أربع سنوات كنا نرى أنفسنا في قنوات عربية كنا نرى أنفسنا في قنوات أجنبية دخيلة عن المجتمع الجزائري لا تعرف تقاليده لا تعرف سوسيولوجية المجتمع الجزائري وتركيبته وكل تركيبه هذه إنما يجب أن تكون مرآته قناة جزائرية بصحفيين شباب أمثالكم وأمثال كل الذين يظهرون اليوم لتقديم وجه حقيقي غير الذي كان يظهر في مقام الجزائر نعم بناء على كل هذه المعطيات حقيقة تغيرت المعطيات في مجال الإعلام الآن أنتم كرئيس قسم الإعلام بجامعة الجزائر ثلاثة أستاذ في الإعلام كيف تدرسون الآن الإعلام ليات طلبة صحيح نحن أيضا نواكب الجامعة ما هي إلا قاطرة للمجتمعات ككل معنا ذلك أن الجامعة في حقيقة الأمر أن المجتمع تقوضه قاطرة تسمى الجامعة نحن لا نعيش بمعزل عن السياقات وبمعزل عن الاتجاهات الموجودة في الجزائر فنحن نواكب طبعا في كليتنا كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر ثلاثة نعمل على ترسيخ بعض المثل وبعض الأشياء والتقاليد التي ربما نحاول دائما أن نزرعها في هذا الجيل من الصحفيين الذي سيكون في يوم من الأيام أمام التلفزيون أو أمام الكاميرا سيكون في يوم من الأيام قلم معين سيكون في يوم من الأيام فنحن نعمل دائما على ترسيخ بعض القيم أولا نحاول دائما أننا نعطي الأحسن نقدم الأحسن بفضل أستاذة جميعين أكفة أعتقد في علوم الإعلام والاتصال يزاوجون بين المهنية والأكاديمية نحاول أيضا أن نقدم لهم الجانب التطبيق من خلال سلسة التربوسات التي يقوم بنا بها عبر مختلف وسيل إعلام في الجزائر بغية أو نتيجة الوصول إلى صحفي قادر على أن يمثل نفسه والجزائر ككل وبكل أطيافها وبكل حساسياتها الموجودة شكرا جزيلا لك سعد الشيحاني رئيس قسم الإعلام بجامعة الجزائر ثلاثة قلت ضيفي في هذه الساعة الإخبارية شكرا لك شكرا